بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم من اكاديمية حسونة معاكم اخوكم احمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في كورس الفوتوشوب دلوقتي بفضل الله عاوزين نفهم الالوان الاساسية اللي احنا نشتغل بها يعني بص انت عندك في الفوتوشوب الادوات الكتير دي استخدمنا بعضها بس لسه في البداية صح طيب هنا عندنا تحت فيه لونين احنا شغلين بيهم بشكل اساسي وهمة فور جراوند وباكجراوند يعني الفور جراوند لون المقدمة والباكجراوند لون الخلفية خلاص بص هنا شايف بص شايف اوقفت فين هلمس وهقف بص سيت فور جراوند كالر المس بقى اللي تحت منها بص سيت باكجراوند كالر اه دول الاساس عندك بص يا بشا لو انت بص عليه من هنا او من هنا واخد بالك وعملت كده اخترت مثلا لون زي كده وروحت دايس ايه اوكي بص تغير هنا وهنا يعني خد بالك هنا مسمع في هنا عشان بص تبقى اخد بالك يعني خلاص الكلار هنا حط هاملك برضو اختصار لو عايز تغير يعني وهنا نفس القصة كده ايه غيرت اللون صح؟ شايف اللي تحت منه كليك يمين عليه بص هدوس عليه كليك قصدي بالكليك عادية واختري لون تاني كده زي كده مثلا اهو لون زي كده مثلا واروح دايس ايه اوكي شايف بص تغير وهو شايف وهنا برضو مسمعين في بعض تمام دي الالوان الاساسية بص انا جايب لك ايه بص شايف ايوه ديفول فور جراوند انت باكراوند كالرز واختصارها دي يعني لو انت اخترت الوان وعايز ترجع للاصلي اللي هو اللي باد واسود هدوس على حرف دي كده او هدوس على الاداة اللي انت قطعب عليها يروح مرجعلك الديفول تاني خدت بالك جيت غيرت كده اهو وغيرت التالي ده اهو اهو بص في جنبها سويتش شايف بص؟ إن нашем سنorton تânbrщق لدية تفضيل آن ، انه مرح يدخل الوان الاساسية انا youtube احت كده خدت بالطور ايو بسبب انت اصل عالا قد ترجعه بالطور ايوه الان هذا نوع خدت بالك كده ايه بهミور الشروع لغاية كده بفضل اللي تمام اوي يعني كده احنا بنظبط الـ Full Ground Color وبنظبط الـ Background A Color وعرفنا خساراتهم نفتح بقى اي صورة عشان هوريك حاجة تاني نفتح مثلا نجيب الـ Pictures ونفتح مثلا صورة مثلا زي كده بص الصورة دي قدامك انت في لون فيها عجبك وعايزه عايز تستخدمه يعني خلاص في عندك اداة تانية وهي اداة الاطارة بيسموها الاطارة ان هي بتقطر لون بتاخد اللون واخد بالك دي او ايدروبر اي بيكتب لك اسمها ايدروبر تول لون ادائي انت بتقدر معه لون بتاستخلص اللون بيها يعني لو انا اخترتها م‌اكرividade واختصارها E my لو لماما بثلت في الحرف tipi then اخترتها الواحدة ماذا ا fand of your language بندك واختصارها لم يعرف عليه اختصارها إ فلو کوفت وقفت وبدأ بقى مواجهة قطارها ال허م شكلها هي اتقطارها شكلها بقى تقطارها شكلها أتقطارها بالظبط تأخذ نسخة من اللون إذا كنت تضيفت بالموز ولكن لا تسيبش ستثبت إيدي بالموز و هفضل ماشي عرض لك تحت اللون آخر اللون أنت مختاره اللون السود و هل تغير ماذا؟ لا تقفه يتغير اللون اللون اللي فوق ده هو اللي أنت تسيب الموز فهيختاره شرح شرح سأخذ بالك كل هذا دايس بالموز دايس بالموز و ماشي دايس بالموز و ماشي بص 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 بيتغير على حسب وقفي أنا على المكان اللي في الشاشة شرح انت متخيل لو أنا تسيبت هنا مثلا كده لو سيبت هنا كده و تسيبت الموز كده أنا غيرت لون الفورجرام على طول بسهولة بالقطار والقطارة دي بتخليني ايه؟ ان انا اختار لون انا عايزه في اي حتة في الشغل بتاعي في اي حتة في الشغل بتاعي دايس برضو ميزة كويسة جدا الاداة دي يعني يعني انا شايف ان دي اكبر افادة منها لان لو دست كليك يمين كده هتلاقي في حاجات تانية زي مثلا color sampler tool جوة الاداة يعني نوسخ تانية من الاداة او الحاجات الفراعية بتاع الاداة زي ما تعلمنا قبل كده لو اخترت مثلا color sampler الحاجات الباية دي بص يعني انا هقولك عليها بس هي يعتبر ايه شوية حاجات معلوماتية يعني معلومات لي كنتا يعني مثلا لو انا اخترت color simpler tool دي شايف بص اعمل لك قطارة وحاطت لك كده ايه حاجة شبه علامة الزائد بحيث ايه ان انا اخد نقط يعني بص انا مثلا ايه خدت نقطة هنا يروح كتب لي معلوماتها خدت بالك كتب لي معلوماتها تحت او بص كتب لي معلوماتها ان ال R 200 و 12 وال G 165 وال B 59 ولو دستك الكي من هنا واخترت اي نظام الوان تانا هيحول لك هو اهو لو اخترت اي نظام الوان هو هيحول لك لو واحده معلومات النقطة اللي انت دست عليها عايز ترجع لRGB ارجع له اهو اخد بالك دي اول نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا كده انا اخدت النقطة المعلومات موجودة قدامك فتستخدمها اخد بالك انت فايه بتستخدمها لو انا عايز احزف نقطة منهم بسبب ايدي على ال ALT واروح عند اي واحدة بتبقى مقص بادوس كده بتروح ملغية اروح هنا وادوس كده بتروح ملغية اهم حاجة اما تدوسش اللي لما تبقى مقص اول ما تلاقي شكل المقص كده انت لغيت المعلومات انت مقلومات انت لغيت المعلومات انت لغيت المعلومات انت لغيت المعلومات اضعوا لك شاشة يعني بصراحة يعني يعني مش عارف ممكن ساعات الناس بتحتاج الحاجات دي بس انا قلت اقول لك عليها من دابة المعرفة يعني اخد بالك برضو ايه تاني وبرضو النوت دي بقى دلع اوي بقى يعني ايه عارف انت انت مثلا ايه مثلا يا عم اهو هاجي هنا في الحتة دي وهروح عامل كده وهكتب هنا ايه ان ده جناح الطائر مثلا اخد بالك جناح الطائر اهو خلاص اهي دي كده ايه تكتبت خلاص كريك يمين عليها وابن فتحت لجناح الطائر ان ده جناح الطائر يعني اخد بالك وهروح جاي هنا وايه وعمل كده مثلا انا وكتب هنا ايه رأس ملاحظات يعني ملاحظات مش قصة يعني فاهم الفكرة يعني ما ظهر لاش انك انت هتضيع وقت في الكلام ده لكن ربما يا اخي ربما تشتغل في حاجة هندسية فاهمني تبقى محتاج لكل معلومة صح او لا برضو يعني ممكن في بعض الاحيان تكون ايه تكون مفيدة فعشان كده بقولك عليها عشان لو احتاج تلاتي تبقى موجودة معك حاجات information فاهمني انت بتدخل النوت في اي وقت وطلعها اللي انت عايزه براحتك اهي دخلها كده واخد بالك window فاهمني عندك هاي info واخد بالك وبتظبط بقى بفضل اللي انت عايزه شوف اللي انت عايزه وتزبطه ايه يعني اذا دست على info من هنا طلعت ايه دخلها براحتك دخلها مش مشكلة اندي النوتس اهي النوتس بس فانت بفضل اللي بتعمل اللي انت ايه بتعمل اللي انت عايزه برضو في حاجة تانية برضو ايه من هنا اخر واحدة بقى كونت تول برضو اداة دلع اللي هي ايه بص wear انا بنشغل في حاجة فعايزة اعد بحدات معينة واحد اتنين اربعة خمسة ستة سبعة تسعة اعشرة انا اعملت النوت كل دة معلومات لو انا جت و رح تعمل save as bsd و رح تعمل self و قفلت على كده شغل افتح هاتلي كده اللي انت حفزتها دي تلعتلك بالمعلومات اللي فيها لكن لو انت عملتها save as مثلا مخرج نهائي زي ال GBG على الديسكتوب قدامك مش هتطلع ابدا بالحاجات دي اخد بالك مش هتطلع بالكلام ده كله الكلام ده كله معلومات ليك انت بص خط بالك افتح كده افتح الصور اللي احنا عفزناه بص طلع من غير النوت طبيعي لان المعلومات دي بتبقى ليك انت في الصورس بتاعك بتبقى ليك انت في الصورس بتاعك اللي هو ال PSD لكن لما بتخرج المخرج المهائي بيطلع طبيعي لكن المهيئ الا معلومات بتستفيد منها لكن اكتر حاجة انت هتحتاجها القطارة دي ال IDROPER TOOL دي هتحتاجها كتير لان انت هتختارها وهتختار اللون بيها وزي ما قلتلك في اي وقت عايز ترجع الالوان لأصلها اللي بيض واسود هتدوس على حرف D عايز تركس هتدوس على X خليك بقى تشغل كده على طول بالاخسارات هتلاقي نفسك ايه نسيت خالص الاداة وDX DX D ركعت ديفل فاهمي الفكرة X تتبدل X تتبدل وهكذا فاهمي ليه بنعرف الحاجات دي علشان نما تيجي تشتغل بعد كده بالادوات اللي بتستخدم الالوان ما تستغربش وتشتغل بمنتهى البساطة بفضل الله الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لنا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر